والقرآن يهدينا السبيلا ويمنح من تلا خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين سبحان أو أصيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي شرف المسلمين بالقرآن الكريم وجعله لهم عزا وفخرا قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ويسر كلماته سبحانه وتعالى للتلاوة والحفظ ومعانيه للتدبر والفهم قال تعالى ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على سيد الورى وإمام أهل التقى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم أسعد بصحبتكم في برنامجكم قيم القرآن كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زاكي محمد أبو سريع أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأذهر الشريف أهلا ومرحب فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين والسامعين شيخنا الحبيب موعدنا بهذا اللقاء مع فضيلة عظيمة من فضائل الكرآن وقيمة عالية كاثر في القرآن الكريم الصدق والحث عليه بل وأمرن به قال الله تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال تعالى ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وقال تعالى وجع لي لسان صدق في الآخرين وقال تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ما يقرب من مئة وثلاثة وخمسين مرة مئة وخمسين مرة بصيغ مختلفة فالصدق من أكبر القيم الكرآني شيخنا ما هو الصدق بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعض فالصدق منزلة عالية لا ينالها إلا من وفقهم الله تبارك وتعالى في العقيدة وفي القول وفي العمل ثم وفقهم أخيرا بأن رزقهم حسن الختاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي مات فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يعني سمروا على عهد بالصدق إلى أن ماتوا عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين لكن الصدق يزرع في قلوب الصبيان حتى يشبوا عليه من قال لابنه أو ابنته وهي دون الخامسة أو دون الرابعة هذا حلال هذا حرام لا تكذبي لأن الله سبحانه وتعالى حسبك يزعل منك بأي عبارة يوصل المعلومة لتصدق هينشأ على الصدق هينشأ على الصدق ولا يزال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تضيق نعم ولا يزال العكس ولا يزال الرجل يكذب وتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب سلم يا رب سلم يا رب وأذكر بحمده تعالى أن محمد بن واسع محمد بن واسع كان له أحد الأخوال من الصالحين فالرجل اللي تخطى السلسين أو الأربعين يقوم من الليل إلا قليلا يعني كير كثير وينظر إلى محمد سنه أكلم من أربع سنين وها يقضان يقول نم يقول له لأجد النوم مش قيله نوم باللغة العمية فقال قل الله شاهدي الله حاضري الله ناظر إلي يعني اشتغل في العبادة دي والتمرية وهو تاني هستمر في التهاجد أو في قيام الليل الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي فقي أهل الشام في عصره بعد أن ما شاء الله أخذ علم البغداديين أو أهل المسرك يعني الحلقات كلها درسة الحمد لله وهو لا يتجاوز العاشرة ما شاء الله وتوفي أبوه وهو صبي فأراد أن يذهب إلى علم دمشق رجال أهل الشام ويتعلم هو خدل في بغداد وهينتقل لأماكن أخرى يتعلم فكانت لا تمتلك أمه وقتها رحم الله الجميع إلا تسعة أو عصرة دنانيك حل الله فأعطته المبلغ وقالت له وصيك بالصدق الله خلاص هي كلمة واحدة ما دم تربى تربية سليمة مش تسمين رأي بعض أيوان مش تسمين ومعلف أيوان خلاص هي كلمة واحدة مترسخ في الكل فالمهم صار في الطريق فوجد قافلة مسافر إلى الشام فصار بجانبه فوجدوا إعصابة طفل الطريق فهو واقف ينظر لا يستطيع أن يغير المنكر بيده فأخذوا القطع طرق خذوا من القافلة واحداً واحد أخذوا ما معهم من أموال وطرقوهم يسيرون فجاء عند الطفل مستهثر به كبير العصابة وأنت ماذا معك يا ابن أهل معك قالوا مائة تسعة بلانين فالتفت بعضهم إلى البعض الأخر وقال ألا تعرفنا قال أعرفكم ماذا تصنعون قالوا له نقطع الطريق خالي أنا أعرف ذلك قال ما الذي حملك على الصدف قال أمي وصفني حينما ودعتني بالصدق فسبحان الله وبحمد دي كان سبب في توبة قطع طرق وقالوا أنت تسلك مع أمك ونحن لا نسلك مع الله أرسلوا في طالب القافلة حتى تعودوا كل واحد يأخذ متاعه الله أكبر مشاء الله محل الشاهد بصدقه بس بصدقه بكلمة بريئة تخرج من قلب عفيف عن الكذب وعن اللف والدوران وعن الحيلة وعن القديعة وعن كذا فهذا الله به أكواما وعافاه من هذا الأصر السيء اللي هو قطع الطريق لذلك شكنا يعد الصدق بالمكارم الأخلاق الحميدة نعم ويا أيها الذين آمنوا تقول الله وكونوا مع الصادقين وأقول الوقفة هنا يا أيها الذين آمنوا ولم يقل أيها الكذابون عودوا إلى ربكم بالصدق أبدا لهم مؤمنون بالفعل ولكن يوصيهم أن يستمروا على هذا العهد الحسن أن يستمروا في صدقهم حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى وهو عنهم راب نعم لذلك شكنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقبوا بالصادق صلى الله عليه وسلم بالصادق المصدوق نعم صلى الله عليه وسلم وأيضا أتذكر أن سيدنا عبد الله بن عمر كان كثير لإعتمار حتى قال بعض العلماء أن إعتمر قرابة ألف مرة والوسيلة وقتها متاح والسفر موجود وما فيش لجواء الصفر ولا غير فالمهم ده مش محل الشاهد محل الشاهد أن معه غلام يعني خادم ملكية يمين لكن يعامله كأبناء إذن عبد الله بن عمر يعامل ملكية اليمين أو الرقيق أو بلغة العم العب يعامله كمعاملة أبناء إن شاء الله لا يفضل نفسه عليه لا فيما أكل ولا ما سرب ولا ساكر ولا ما لبس فهو عائد من العمرة أو هنفترض العائد من الحد عائد من الصفر فقال لغلامه قف هنا حتى آتيك يعني أخليك في المكان ذا لحد مرجع فقال له أفعل وهو حتى الخادم يجد اللغة العربية والمخدوم يجد اللغة العربية قال له أفعل فدخل في البادية ما سميت متر أكثر أقل الله أعلم ما عملت شي شيء يعني واقف برها من الزمن ورجع قال له ماذا صنعت قال لم أصنع شيء غير أني وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قائما في هذا المكان يوما في يوم الأيام شفت واقف كده لا صلى ولا تيمن ولا توضي ولا أي شيء فأردت أن يوحي بهذا العمل صلى ذا من صدقه في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى بيقلدوا في الأمور التي لم تظهر الحكمة منها لا توضي ولا تيمن ولا ركع ولا أي شيء وقف قطرة ثم عاد فقل سيدنا عبد الله بن عمر يصدق في الاقتداء بالرسول في كل صغيرة وكبيرة صلى الله عليه وسلم وفي كل ما ظهرت الحكمة منه أو لم تظهر الحكمة منه هذا من أعلى درجات الصدق مع الله أولا مع الرسول ثانيا ومع غلامه الذي يكتدي به في كل حركات وسكنات إذن يا شيخنا كما تفضلتم الصدق ليس على فئة معينة نعم ولكن الإنسان يكون صادق مع ربه نعم صادق مع نبيه نعم صادق مع نفسه نعم صادق مع عامة الناس نعم فالصدق ليس مع الله فقط أو مع النبي فقط نعم أو مع نفسك فقط والله أنا تذكرت من سنين مضت كان بعض الزملاء وهو على سفر أتاه زائر من بدون موان وهذا خطأ مفروض أنه يزور سين أو صادق من المسلمين الموبايل حتى مع السن العاصرة الآن في البيوت اتصل بأخيه فلان أو أخيه فلان قل له هل وقتك يسمح أن أزورك غدا هل وقتك يسمح أن أزورك اليوم إن كان يسمح خير ما يسمح شدينه معه حتى لو بعد أسبوع ده إن شاء الله ده يجي معنا في عنوان العفة والعفاف أدام الاستئذام عفة شهدنا إله الدين الإسلامي نعم فالمهم لما وصل الأخ الزائر بلا موعد ترك الباب رد عليه وقال ارجع الآن فأنا متعب وانقيل لكم ارجعوا فارجعوا فارجعوا نعم أو ده من الصدق ومين يدر يعمل كذل ذلك يا شيخنا ده اللي بيخاف من الله مئة في المئة أحسنتم الله أكبر ثم يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يعب بالخلق ولابد اللي بيقال له ارجع يجد في نفسه رضا لابد مش تصخط والله ما يجيلك تاني يعني هو اللي يأسم اللي رجع زعلان ده هو اللي بيأسم لنرد أدب من أداب الإسلام أحسنتم نعم هو فعلا أدب من أداب الإسلام نعم شكنا يعني الصدق فعلا من جاء نعم بعض المعيني كده يعني نريد أن فضلتك تعقب عليها نعم اجرح شخصا بالصدق لكن لا تسعيد وهو أبدا بالكذب نعم ده بينتقي مع الحديث الله يبارك فيكم اجرح بالصدق يعني عاتبه ما يقصدسي الأذى نعم لهو يقصد عاتبه بالصدق يعني ما تتكونش على يقوله أنا زعلان منك في يوم كذا حصل كذب وكان الأولى من الكلمة طيبة مش عاوز غير الكلمة طيبة ده معنى اجرح فلان بالصدق ولا تجامله بالكذب نعم ما يبغش الواحد صدر وفيه ضغينة من فلان يقول له ده أنت من الصالحين أنت من كذا أنت من كذا وبعد ما يمشي يجتم هذه العبارة سليمة لا حيز من الواقع لا نعم فالحديث يقول لا يكتمع لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون مازحه وذامه في الحق سوا الله يعني إيمان الشخص ما يصلش إلى الكمال لما حد يقوله أنت فلان طلعت أي كلام كما يقول الشباب ما يزعج كله تبيه اللي أخذت علي من خطأ أو تقصير وإن واحد تاني يقول له ده أنت تمام التمام في الحالتين لا يتأثر بالذن ولا يتأثر بالمضح فهو أعرب بنفسه مع الله من غيره نعم شكرا هل فعلا السكوت صدق لا غشة فيه السكوت بشرط أن لا يكون سكوت على الباطل نعم طبعا لكن لو وجد أي باطل يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموازة الحسنة وجاذلهم بالتي هي أعصى إذلك كثرة الكلام بلا فائدة نعم قد يؤدي إلى الكذب أكيد أكيد خاصة لأن الكذب ليس له ثواب وذلك اللي بيكذب اليوم بعد عصرة أيام عنده السدد يحلف بالباطل أنه ما حصل سلم يا رب خلاص بينس أو البول فأنا سأل الله أن نكون من الصادقين الذين قال عنهم القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نعم والحديث بقى العمدة اللي فضلتك ذكرت طرف منه أن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة وأن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقة نعم وأن الكذب يهدي إلى الفجور نعم وأن الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابة نعم سلين يا رب سلين يا رب سلين يا رب الله سلام الله الحاجة الصارة لو الإنسان وصل حتى للسمالين وتاب توبة صادقة مستوفات الشروط الأربعة معناها من تاب تاب الله عليه فأولئك يبدل الله سيأتم حسنا يعني ما الواحد يستكسر الزم ويقول أنا مش هتوب هي ضاعة ضاعة لا حد تعبير بعض الناس لا يقدد التوبة حتى لو تخطى السمانين نعم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطهم الرحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى شيخنا الحبيب جزاكم الله خيرا بارك الله في عمك وفي علمك وإياكم سعدنا بكم في هذا اللقاء نحن أسعد الحمد لله أحبتي كما سعدنا بشيخنا سعدنا بمتابعتكم يزاكم الله خيرا على هذه المتابعة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هو القرآن يهدينا السبيل ويمنح من تلاخ خلقا نبيلا كأن ملائك الرحمن تمشي على قدمين سبحا أو أصيلا